بين تبعية النهج الطائفي وتبعية المال والقوة تحاصر حكومة بغداد ومعها كل الذين قبلوا الرضوخ واندسوا تحت عباءة المحتل الخارجي لا إيران ترضى من حكومة بغداد بنصف موقف ولا أمريكا كذلك خصوصا في ظل تصاعد الخلاف الأمريكي الإيراني ودخول الكيان الصهيوني على خطه ميليشيات الحشد المعنية بهذا الخلاف دخلت في انقسام واضح نائب رئيس هيئة الميليشيات أبو مهد المهندس يحمل أمريكا مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها مخازن الميليشيات يتله على الفور رئيس هيئة ميليشيات الحشد فالح الفياض ببيان يتبرأ فيه من تصريحات المهندس ويقول إنها لا تمثل الموقف الرسمي لميليشياته ويؤكد ضرورة التشديد على الأمر الصادر من عادل عبد المهدي في سيطرة الحكومة بشكل تام على الأجواء العراقية بين موقف الفياض والمهندس تقف الرئاسات الثلاث حائرة في اتخاذ موقف واضح مما يجري على الأراضي العراقية وبعد تأن واضح واجتماعات مطولة يخرج برهم صالح وعادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي ببيان يدعو إلى ضرورة تجنيب العراق الحرب بالوكالة وعدم اتخاذ أراضيه منطلقا لشن هجمات عدائية على دول الجوار وهذا كلام مكرر سمعه العراقيون كثيرا كما شدد البيان على وجوب إنفاذ الأمر الديواني الصادر بسحب ميليشيات الحشن من مقارها وإعادة هيكلتها وهذا ما سبق أن رفضته أعتى عصابات الميليشيات المرتبطة بطهران موقف الرئاسات الثلاث يبين مدى ارتباكها أمام صرامة الموقف الأمريكي وبالوقت نفسه يؤكد تأخرها في تبني الموقف إدراكها ويلات اتخاذ أي قرار يتقاطع مع المصالح الإيرانية ويبقى السؤال الأهم الذي يدور في ذهن العراقيين ويدركون جوابه من سيمتثل لمواقف الرئاسات الثلاث في تجنيب العراق مبدأ الحرب بالوكالة وهل بإمكان تلك الرئاسات التي لا تستطيع معاقبة عنصر واحد من ميليشيات الحشد أن تترجم مواقفها الكلامية إلى أفعال تلزم رؤوس الدولة العميقة واقع عراق اليوم يمتلك الجواب الشافي